أبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيل مجلس الأمن أنه سيطلق مبادرة تمهد الطريق أمام إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في البلاد هذا العام وتتضمن الألية المقترحة تسهيل اعتماد إطار قانوني وخارطة طريق بتوقيتات محددة طال الانقسام في ليبيا وضاقت معه أي هوامش لحل قريب مشهد متأزم دفع الأمم المتحدة للتحرك وأخذ زمام المبادرة المبعوث الليبي للأمم المتحدة أبلغ مجلس الأمن خلال جلسته الأخيرة أنه سيطلق مبادرة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في عام 2023 قررت أن أطرح مبادرة تسمح بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في عام 2023 لهذا قررت تشكيل لجنة من أجل ليبيا وهذه اللجنة ستجمع جميع الأطراف السياسية الليبية والشخصيات الرئيسية وزعماء القبائل وشخصيات نسائية وممثلين عن الشباب مبادرة تأتي بعد ساعات من تلويح الأمم المتحدة بأليات بديلة قد تساعد على تحريك المياه الراكدة وتجاوز حالة الفشل التي تسيطر على المشهد السياسي في البلاد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق كشف عن احتمالية طرح آليات بديلة في حال فشل المساعي الحالية في معالجة الأزمة المسؤول الأممي نفى أن تكون تلك الآليات البديلة تهديدا للأطراف الليبية بل هي تشجيع لها ملمحا إلى أن هناك أطرافا داخلية وخارجية تريد أن تفسد الوصول إلى حل مبادرة أممية يأمل الليبيون أن تنجح في اختراق جدار الأزمة في وقت يتخوف فيه كثيرون من أن تلقى مصير ما سبقها من مبادرات ونرحب ضيفنا من ترابلوس الكاتب والبحث السياسي إسلام الحاجي أستاذ إسلام بتيلي يعلن هذه المرة تحديد المواقيت هل يعني ذلك جدية هذا الطرح الأممي والمدة الزمنية للتحضير لهذه الانتخابات لوجستيا وأي التوقيتات أو المواعيد قد تكون الأفضل والأنسب لذلك مساء الخير عليك أستاذ الفاضل وعلى مشاهديكم الكرام وشكرا على الاستضافة طبعا أكيد ما استنتجته من أعمالي طريحات اليوم للسيد بتيلي وأيضا حتى على الكلمات المندوبين وخصوصا المندوب الأمريكي والفرنسي والبريطاني والروسي وهم الفاعلون جدا والصيني الفاعلون جدا في مجلس الأمن نجد أن السيد بتيلي باستيناده للمادة 64 في الاتفاق السياسي والاتفاق السياسي هو اتفاق حدث تحت مضلة الأمم المتحدة وأخرجها حكومة الوفاق في ذلك الوقت ومجلس الرئاسي ترأسه الصراج كل المنصبين يعني كرئيس مجلس الرئاسي وكرئيس حكومة تنفيذية أيضا تم تضمين الحوار الرئاسي الذي حدث في جينيف لاتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015 فمن هنا الجميع تلاحظ أنهم يتفقون على ضرورة ادهاب الانتخابات ضرورة إيجاد وعاءة زمني لإجراء هذه الانتخابات الجميع يتفق في الخطوط الرئيسية ولكن ما هي الآلية؟ المشكلة هي في الآلية وفي التفاصيل يعني تجد أن الجميع يحدد ويؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات في 2023 أو نهاية 2023 وهو ما زي ما حضرتك أشارت لوجستيا وفنيا قد يكون بصعوبة من مكان المفوضية في حد داتها عدة مرات تشير لأنه من 8 أشهر أن تكون مستعدة لإجراء هذه الانتخابات السيد باتيلي واضح جدا من إحاطته الانقسام الحاصل حتى في المجموعة الاتصال الدولية وأنه غير متفقين على رؤية واحدة أيضا الانقسام الحاصل والواضح جدا في مجلس الأمن هو يبحث عن سبب كتشريع دولي لما يريد القيام به تحت إطار مضلة الأمم المتاحة باستناده لمادة 64 والتي تنص على أنه في حالة هذه الشكوك اليوم أعنى باتيلي أيضا بأن هناك آليات بديلة في حال استمر الانقسام الليبي بما هذا يلوح برأيك وكيف يمكن أن تكون الآليات البديلة مع هذا الواقع السياسي الذي يدور في حلقة مفرغة والهواجس الأمنية في البلاد طبعا ليس هناك أي بداية أخرى يمكن أن يستطيع فرضها على المشهد السياسي في ليبيا كان رئيس للجنة الدعم بدون وجود قرارات من مجلس الأمن وكما أشربت حظك قبل قليل أن مجلس الأمن واضح جدا انقسامه في كلمات من دوبين أعضاء هذا المجلس فإذن هو الألية التي يقدمها حاليا يريد أن يضع لها إطار مشابه للجنة الحوار أو الاجتماع أو الحوار الشامل الذي حاول أن يسع إليه السيد السابق السيد غسان السلامة في غدامس قبل نشوب الحرب في 2019 هو هنا أضاف شيء ممكن جديد اللي هو عملية الأطراف الأمنية الفاعلة أضاف فيها عملية زعماء القبائل ولكن هنا لا يعني ذلك هو استثناء أو استبعاد كما يعتقد بعض أو يحلل البعض وأنا عدت علاقات قلتها استبعاد مجلس البرلمان أو مجلس العالم للدولة وأنا أكد على حضور أطراف من جميع المؤسسات السياسية في ليبيا وأيضا مثلا من أحزاب ومن قبائل ومن مجتمع المدني ومن الشباب والمرأة وغيرها في هذا الحوار إذن هو يحاول أن يوجد صيغة دولية يحاول بها عملية إنجاح هذه اللجنة فمن هنا قد نصل إلى انسداد آخر عن طريق تكوين هذه اللجنة لأنه لا توجد فعلا الأليات يستطيع بها فرض مخرجات هذه اللجنة هو لم يستطع الوصول إلى توافق إقليمي ودولي لأن التوافق الإقليمي ودولي هو ما سيكون له نتائج إيجابية أو سلبية على المشهد السياسي في ليبيا يعني أي بيئة الحالة نتتكلم عليها في ليبيا لإقامة انتخابات شفافة ونزيهة هنا من الصعب الوصول إلى مثل هذه الألية بدهاد التواجد الموجود والتركيز أكثر في اجتماع اليوم لمجلس الأمن على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية وخاصة المندوب الأمريكي قوات فاغنر بالاسم فعلا نحن ندعو إلى خروج جميع هذه القوات والمرتزقة من ليبيا سواء كانت فاغنر أو القوات التركية والإيطالية أو غيرها والمرتزقة فعلا ولكن هل استطاع سيد بتيلي أو يستطيع سيد بتيلي إلى رسول للتوافقات نحن نتأمل كثيرا حاليا فيما يحدث ما بعد زيارة مدير السياي إيه للمنطقة في ليبيا ومصر والإمارات وتركيا هو ما نتأمل أن الوفاق اللي حاصر حاليا أو التقارب اللي حاصر حاليا ما بين مصر وتركيا قد يكون له تأثير أكثر مما يمكن محاولة فرضية عن طريق مجلس الأمن العاجز حاليا عن إصدار أي قرار من مجلس الأمن يخص المشهد الليبي السياسي إذن الأنظار هنا متوجهة نحو الدول الإقليمية أو الدول اللاعبة الحقيقة والفعلي على الأرض في ليبيا كمصر كتركيا كالإمارات ونلاحظ أن حتى هذا الضغط وهذه الزيارة التي حصلت للسياي ما حصل من تقارب لي المجتمع العربي لنحو سوريا لعملية جلب سوريا وارجع على الحضن العربي وتقليل النفوذ الروسي والنفوذ الإيراني في سوريا هذا كل نتيجة مبادرات ومساعي إماراتية ومصرية خالصة الكاتب والباحث السياسي إسلام الحاجي كنت معنا مباشرة مسجواتنا في العاصمة ليبيا الترابلس شكرا جزيلا لك